تبعاك الأول مجموعتين النهاردة مجموعة الثالثة ومجموعة السبعة مجموعة الأرجنتين اللي بتقودها الأرجنتين ومجموعة اللي بتقودها البرازيل يلا نبدأ بمجموعة الأرجنتين طبعا مجموعة الأرجنتين دي لو اتكلمنا هنتكلم انها واحدة من المجموعة الممتعة ليه ممتعة لان كل المنتخبات اللي فيها بتوعد بضغطية جماهيرية كبيرة جدا احنا بنتكلم على اكتر منتخبين كانوا متابعة من الجماهير في بطولة الأخيرة في روسيا. منتخب الأرجنتيني ومنتخب المكسيكي. منتخب المكسيكي هو رقم واحد في المساندة الجماهيرية بـ 42 ألف مسافر سافروا من المكسيك لروسيا. وتواجدوا لمساندة المنتخب. ومنتخب مش مرشح للقب. لكن رغم كده بيحظى بشعبية كبيرة جدا. طبعا منتخب الأرجنتين لاغين عنه جماهير ومتواجدة في كل مكان. دي قايمة المنتخب. قولي بقى القايمة والأرجنتين. وانت ماشي كده أقولي غالبا ده اللي هلأ بأساسي. يعني حرصة المارمى ميلا طبعا حرصة المارمى. إيميليانو مارتينيز هو الحرس اللي حاجز مكانه. وهو يعني واحد من أهم اللعيبة بعد ليونيل ميسي في المنتخب. وهو كان سبب من أسباب التتويج في بطولة كوبا أمريكا. بتصدير رقلات الترجيح. في خط الدفاع فيه مولينا طبعا الظاهير أتليتكو مدريد. وجونزالو مونتيل كريسنان روميرو. كريسنان روميرو كان مرشح مدافع توتنهام. كان مرشح للتواجد. لكن المستوى المميز لليساندرو مارتينيز. مدافع منشستر ينايتد. هو حاجز به المكان الأساسي. مع مين بقى مع نيكولاس أوتاميندي. اللي اكتشف نفسه حاليا مع بنفيكا. وبيقدم موسم جيد جدا في دور الأبطال. وهو خبرة كبيرة. هيتواجد مع لليساندرو في العمق. معهم على الجنبين. أعتقد تليافيجو هيبقى موجود فيا ريال. هو برضو اللي اتواجد بصفة أساسية. في خط الوسط بقى احنا بنتكلم على أسماء برضو قوية جدا. يعني عندنا رودريجو ديبول وهو الجارد أو الحارس الشخصي اللي ميسي في الملعب. وده حقيقي. وهو جارد فعلا. اه ده حقيقي. لعب قوي جدا ولعب أجريسي في كل تدخلاته. ومحدش بدار يقرب من ميسي. حد النهاردة شفته كاتب تويتها لطيفة. هو كابتن حكمنا الدولي الكبير كابتر إبرايب نور الدين هيحكم المباراة الوديل بين الأرجنتين والسعادية. قال لك لو فكر روح يدي كابتر ديبول هيزعى الجامعة. ده حقيقي فعلا. فأنا برضو بطصح كابتر إبرايب نور الدين احنا عايزين وحكم دولي كبير. يمكن الناس مش متذكرة شكله. لكن لو في صورة لي وشافوا شكله فهو فعلا جارد ليونيل ميسي. دايما بيتواجد في المناطق اللي فيها ليونيل ميسي عشان يحميه في أرضية الملعب. هيتواجد معه بريدس اللي هو يعني بعد انتقاله من باريس سان جرمان ليوفينتوس مستوية شوية اهتز لكن هو في منتخب الأرجنتين لعب أساسي. بريدس وديبول موجودين. معهم بقى اللعب اللي أنا عايزك تتفرج عليه يا كريم وعايز الناس كلها تتفرج عليه في البطولة اللي جاءة إنزو فرنانديز وسط ميدان نادي بنفيكا. واحد من أفضل اللعيبة ومن أكثر اللعيبة المطلوبين حاليا في الهندية كبيرة في أوروبا يمكن منشستو رونانديز تتكلم أنه هو قرب جدا من إنزو فرنانديز. لعيب وسط ملعب بوكست بوكست ممتاز جدا عنده قتالية بيمتاز بالرؤية الجيدة. فإنزو فرنانديز هو اللي هيبقى مفاجئة الأرجنتين في وسط الملعب. طبعا السلاسي الهجومي المتوقع. احنا عندنا اتنين عائدين. نتكلم عليهم باولو ديبالا وأنخل ديمارية من الإصابة. كان فيه شكوك كده حول مشاركتهم في البطولة. لكن هم مجهزين. أعتقد اللي هيتواجد هيبقى ديبالا بشكل ديمارية بشكل أساسي مع ليونيل ميسي طبعا اللعب الأسطوري المتخب الأرجنتين والمهاجم اللي حاجز مكانه لو تارو مارتينيز بصفة أساسية بس ديمارية بقالوك تلاهم بالعبش بس عايز أقولك إن ديمارية تأثيره في الأرجنتين تأثير مهم وكبير جدا جدا. وأعتقد لا غين عنه ليه لأن ديمارية لعب بيقدر يربط وسط الملعب بخط الهجوم ودي الحلقة الوصل اللي كانت موجودة في منتخب الأرجنتين مع اسكلوني وظفه في مركز في وسط الملعب هو ديمارية مع اسكلوني ما بيلعبش عطر. بيتواجد دايما في مناطق وسط الملعب عشان يقدر يربط وسط الملعب بالهجوم. فهو دوره مهم جدا مع اسكلوني. وأعتقد إنه هو تم تجهيزه بشكل خاص للبطولة دي. والعيبة كتير قبل البطولة. العيبة أرجنتينيين كتير قبل البطولة. ريحوا وأعتقد منهم ليونيل ميسي اللي بقاله اسبوعين كده بيتحقن فرصة المونديال الأخير يعني. طيب ده بالنسبة للأرجنتين